تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محاور خطة دعم مصابي قطاع غزة تنفيذا لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الصحة هالة زايد وأوضحت وزيرة الصحة أن عملية استقبال المصابين الفلسطينيين تتم من خلال مركز عمليات الغرفة المركزية ومركز عمليات شمال سيناء ومركز عمليات هيئة الإسعاف المصرية وأشارت إلى أن قوة الدعمة الإسعافية الأساسية بلغت خمسين سيارة إسعاف من إقليم قناة مجهزة بعناية مركزة ومزودة بجهاز تنفي الصناعي فضلا عن إمدادها بتجهيزات ومستلزمات طبية وأدوية متكاملة بالإضافة إلى خمس وستين سيارة إسعاف تعمل بمدن شمال سيناء كما توجد أيضا قوة دعم احتياطية بعدد خمسين سيارة من محافظات إقليم قناة وواقي محافظات الجمهورية للتحويلات والترانزيت ويكون التمركز في محافظة الإسماعيلية ترجمة نانسي قنقر